الجريمة المنسية تقرير دولي عن أثر الحرب على التعليم في اليمن ومآلاته الكارثية يعيد به المركز الأمريكي للعدالة قضايا انتهاكات التعليم إلى واجهة الذاكرة القانونية والحقوقية وقال المركز الأمريكي للعدالة إنما تضمنه ملف التقرير من جرائم وانتهاكات بحق التعليم في اليمن استند على معطيات وبيانات تحليل ميدانية مستوفيا كافة التأثيرات التي لحقت بالنظام التعليمي وكافة المعايير القانونية اللازمة لتوثيقها وكالعادة في أغلب التقارير الدولية والمحلية عن جرائم وانتهاكات الحرب باليمن احتل الحوثيون المركز الأول في تقرير المركز الأمريكي بنسبة فارقة عن بقية الأطراف من منتهكي التعليم في الحرب الحالية وانفردت ميليشيا الحوثي بجرائم وانتهاكات تفجير المدارس وثكننتها عسكريا والقصف العشوائي أو الموجه على المرافق التعليمية وتجنيد تلاميذ وطلاب دون السن القانونية وحرمان آخرين من حق التعليم جراء التشرد والنزوح وقطح رواتب المعلمين وقتل وإصابة المئات منهم ورصد التقرير جرائم اعتقالات وإخفاء قسري وتهجير إجباري لعشرات المعلمين والتربويين وقال التقرير إنما نسبته سبعين بالمئة من هذه الانتهاكات يقع على مسؤولية الحوثيين وخمسة وعشرين بالمئة على القوات التابعة للمجلس الانتقالية وخمسة بالمئة على القوات التابعة للحكومة الشرعية كل ما سبق لا يبدو فق التقرير سوى إطار خارجي لجريمة حوثية عميقة تمس جوهر النظام التعليمي من صميمة وتتمثل بأدلجة عقول الأجيال وتفخيخ مستقبلهم عبر تطييف النظام التعليمي والمنهج المدرسي بهدف تحويل اليمن إلى بلد طائفي أحادي اللون